هتلي السبع على عشرين كده شريحة سبعة انا حابدأ كلامي من هنا وطبعا حابدأ كلام للدكتور عمرو وليك ولينا كلنا احنا اصدت انا بالان احنا نحط الشريحة دي بالذات عشان نقول الفكرة كلها من اللي احنا موجودين فيه النهاردة ده بتعتمد على كتير من اللي موجود دلوقتي قدامنا هنا احنا لنا موقع كويس قوي والموقع الكويس ده ممكن يستفاد منه لان احنا بالفعل بدأنا من قبل مننا احنا قبل مني يعني وقبل السنين الطويلة فاتت في موضوع الكابلات البحرية اللي موجودة قدام حضراتكم دي واللي بتعدي تسعين في المية من مش كده دكتور عمرو تسعين في المية من اللي موجود في العالم تقريبا عندنا احنا تماما مش كده تسعين في المية طيب وبالتالي لما نيجي نتكلم على ان احنا يعني نعتبر نقطة او محور رئيسي لنقل البيانات ونقل الاتصالات بين الشرق والغرب طيب ده موقعنا اللي اتحولنا وايضا اللي سابقونا عملوا اجراءات كتيرة جدا في هذا المجال طيب احنا انا جبت النقطة دي ليه لان احنا كنا نابد كدولة نجهز بنية اساسية متكاملة لبقية الموضوع يعني انا حاول لاقول الكلام ده مش للناس المتخصصة يا هاني ولا دكتور عمر انا بكلم الناس المصريين لما تيجي تشوفوا حجم الارقام اللي احنا انفقناها عشان اللي انتم شايفينه النهار ده ده نفتتحه ارقام كبيرة اوي ارقام كبيرة اوي بنتكلم مش مليارات الجناهات احنا بنتكلم في مليارات الدولارات مش كده كتير من انا ما يحسش بالكلام ده يقولك يعني 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 صرفت ده كله عشان عشان ايه طب احنا يعني كمواطنين والدنيا غالية علينا بنستفاد ايه بنستفاد ان احنا بنجهز بلدنا للانطلاق الحقيقي في عالم بيتقدم بمنتهى السرعة في كل المجالات وده من ضمن المجالات اللي موجودة ده فيها وخلينا اقولكو باختصار شديد للناس اللي هي البوساط اللي بتسمعني احنا كدولة كنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها ان احنا كنا هنا كاتوا قالوا ان فيه استضافة للبيانات ممكن نستضيف بيانات دلوقتي لا احنا دلوقتي قبل ما نعمل ده كنا بنودي بياناتنا تبقى موجودة برا مش كده دكتور عمر طيب احنا من ضمن الكلام اللي موجود ان بياناتنا اللي كانت موجودة برا دي يعني ده نزهم موجود في الدنيا بس احنا قلنا ان بياناتنا تبقى موجودة عندنا ونوفر التكلفة المالية اللي بتتحط ده كلام بسيط اللي انا بقوله كلام بسيط اشتركوا في القناة